السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير انا عايز اقول لكم ان المكان ده انا بحب اروحه جدا حتى لو انا مش هشتريه بحب اروح كده اتفرج على الحاجات اللي موجودة فيه والطحف اللي موجودة فيه فيه كمية طباق ومجات وانتكات طحف كلها انجليزي كلها ورد الخارج انجليزي والماني وده هتشوفوه بعنيكم المكان ده فيه شوية حاجات عجب بجد الغاوي الحاجات دي هو اللي بروح يشوف هناك ويشتري من هناك العرائز بتروح تكون اطقمه من هناك سواء كاسات او سواء انتكات او حتى الاطباق هو بيكون لك اطباق وانت ممكن تكوني برضو اطباق ممكن تكوني طاقمي سيني مثلا فعلا المكان ده كنوز كنوز هو دايما بيفتح البال بتاعه يوم الجمعة ده كل ده بالا يا جماعة كل ده بالا وسطوكات برصايت شوفوا بقى الكنوز اللي موجودة فيه ايه المكان ده دايما برضو الناس اللي قالولي روح يصوري هناك انا صورته لك قبل كده مرة او اتنين تقريبا فالناس برضو كتير جدا قالولي صور لنا تاني هناك عشان يتابع اه الجديد اللي بيجيبه هو بيفتح البالة يوم الجمعة علشان كده انت بتروح بنفسك بتفتح الكراتين بنفسك وبتطلع الشغل اللي انت عايزة بنفسك هتلاقي كل حاجة بقى اوارب اطباق كاسات حتى الاجهزة الكهربائية برضو كل ده موجود عنده احنا النهاردة موجودين عند بابا المجال ملوك البال في محافظة بورسعيد في سوق البزار الجديد يا جماعة اللي قدام سوق السمك الجديد برضو عنده بجد شوية طحف روحوا تفرجوا حتى لو مش هتشتروا وتفرجوا على الفيديو للنهاية عشان في اخر الفيديو في مفاجآت حلوة جدا هتعجبكم عشان كده انا بقول لكم مهرجان العروض والكنوز في بالة بورسعيد يوم الجمعة عند بابا المجال ملوك البال انا اسمي كريمة علي حسن ودي قناتي لو انت اول مرة تشوفوا القناة اوعى تنسوا تشترك في القناة واتفع علو الجرس وتعملوا الاعجاب واتشايروا لكل صحابكم عشان تطبعوا كل جديد انا بقدموا عن بورسعيد ويلا بينا السلام عليكم وزي حداتك عامل ايه كويس قول لحنا فين احنا هنه عفصول خضاء شرع النص محلات بابا المجال بابا المجال هاي جبعة ربنا يخليه ربنا يخليه ربنا يخليه قولي بابا عند حضرتك ايه الناس كتير طلبت مني ان انا اصور عند حضرتك تاني صورنا من عندك قبل كده كزا فيديو فبقى العرس بتقولي احنا بنحب ان نيجي ناخد المجات والازاز من هنا ماشي طب يلا ورينا يلا من خمسة وتلاتين جنيه وو ورينا بخمسة وتلاتين وورينا بمية وخمسين يلا ورينا بخمسة وتلاتين ووريني حن منيا على شوية كل دة بخمسة وتلاتين خمسة و تلاتين الفنجان بتاع الشاي الماشي تمام وفينا تجبعة الدقة من خمسين جنيه لغاية مية وخمسين جنيه طفل واحد remarkable جدا وورنك حجا جميلة اهو ايو انا عايز اتبوشه عدا الله هجل اصوره دة بخمسة وتلاتين كل Clara الاسعار دي ونا سجلك الاسعار دي طبعا. مسجليك على الاسعار دي زي ما احنا متعودين. في حاجات طبعا. ايوة احنا قلنا بخمسة وتلاتيون في حاجات بخمسين. ايوة انا عارفة. ده بقى. اه ماشي انجليزي. تمام. تمام. وعندنا مستوى محترمة جدا. الله ينور. تمام. الله ينور. حلات بابا المجال. بابا المجال. ملوك البال. صورنا. اه طبعا. حمو ثقافة. ايوة صورنا حددك قبل كده. وعندنا المجالة الديزني بتيجي كمان. والله. بس المجالة الديزني طبعا ما تنفعش تخمسة وتلاتين وخمسين. طبعا لا ما انت حددك قلت من خمسة وتلاتين مية وخمسين. عندنا بقى مستوى عالم. اه وريني دايق. وريني الملوين ده تاني. اه. حلوة اوي. بقى في حاجات جميلة. بص يا اه. مجل ملكة اه. ايوة. حلوة اوي ده. بيعمل كام ده. اه. تمام. انجليزي ده جماعة. اه طبعا. وعند هنا اهو الوردة الجميلة اهو. وطينا عمسيني. بس برضو. اه. ايوة. ايوة. ما الحاجات بتبقى انتيكات. اللي بياخد الحاجات ده بياخد حاجات قديمة. اهو. اه. وطالة ما عليه التاج. اه. بيبقى انجليزي معروف. يا سلام. طبعا على كل. طيب عشان بنقول لكم معلومة. كل ده. اه. يعني ده عملكام. ده بخمسين جنيه ده بس عشان انتيكة اكتر. ايوة. تمام. ازاي? اه. وقدت الحاجات ايه الرويل اهو. طحفة. طحفة. تمام? عندنا حاجات جميلة وحاجات شيك. ايوة. تعالوا دورة. بصوا جماعة كل ده. ما شايفيني المكان ايه? اه. بسم الله ما شاء الله. ما فيش. يعني بيفصلوا معك? مش كل حاجة السعب. ايوة. هو الزبون مش هيشتري حاجة. اللي هو وراضي بيها. الزبط كده. طبعا. احنا عندنا شعارنا ان كل الازاز عالي عروض يا جماعة. كل الازاز علي عروض يا جماعة. تمام. ده شعارنا يوم الجمعة دايما. يوم الجمعة. بتفتح حتى في يوم الجمعة. ماشي. تمام. ايو. 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 انا احنا بنعملو تمام لي ان يوم الجمعة. يوم الجمعة. كل الاساس عليه عروض يا جماعة. تمام. والحمد لله رب يعلم احنا بجينا زمون من اسوار. اه ما شاء الله. بجينا زمون من العلية. ما شاء الله. مسامع. وعندنا الانتيج مش موجودة. هنروح له. هنروح له دلوقت. ماشي. يعني ما فيش سبون يقدر يخش جلو ويشتير الحاجات دي منه اللي بيفوسك كبعا عنين اسعار وبنرد كل الزبان بتاعي. يعني ما حدش هيجي لك ويمشي زعلان مخير بياخد الحاجة اللي هو عايز. ربنا يخليك. طيب. شوفنا المكجات. ربنا يخليك. هنيجي نشوف بقى ايه? تمام. وعندك بقى كل الصيني. كل بقى الصيني. اه. بصت بقى. انجليزي. تمام. اي حاجة هنطلحك كده عشوية. اه. والله. اتلاك شوف عليه ان هو انجليزي. اهو دايما بحبي وريكو. بش وشر. بص. بحبي وريكو الشوف اللي بتاعه. البلات والعدليات اهي. واللباء كل المقاسات من مقاس عشرة لغاية مقاس تلاتين. طيب. يعني عايزين نعرف اسعار بقى. يعني ماشي. طبق الفاكة ده يعمل كم بقى? ده حاجة. طبق الفاكة ده انا ببيعه بمية جنيه. شايفين الفاكة دي? عاملة كام? اه. ده عاملة متين جنيه. متين? بس ده عشان انتيكة. ايوة انا فهمها. هي الناس اللي بتجيلك عارفة ان ده هي اكتر حاجة انتيكة. ايوة فعلا. اه تمام. سيكون دي بقى عارف كل حاجة. تمام. النضاق بقى. النضاق بقى بدأ من اول كام. اهو. اه. والاي كيا ده احنا بنبقى وبعشرين جنيه بس. يا سلام. ما زتون بقى حده اه. حتة خالص. احنا منافسين لايك هي نفسي. طب حلو والله. وده انجليزي اهو. انجلان اهو. تمام. تمام. عندنا بقى البرات بكل اشكاله. حمي. عندنا السسرات كلها واللبانات بكل اشكالها. تمام الله ينهي. هو نتي بتاع لباق كمان حاجة محترمة جدا. تمام. اهو. انجليزي اهو. ايوة انجليزي. والحمد لله اللي في السباقين بتيجي عندنا وتبشيز علينا. احنا هاي اللي كل الزبان بتدور عليها. حكة الخضار. حكة الخضار. ده كان بقى طبق الخضار ده ايوة. خمسة وتلاتين جنيه بس. حلو بقى. طبعا سعر محترم جدا. اه طبعا حلو. عالسن هو ايه مستورد يا جماعة. كل مستورد يا جماعة. اه كل انجليزي. اه. شايفين الضحفة ده. بتاع البطة بتاعة رمضان. بصوا طحفة. حاجة فنتاشياك اهو. اللي بقولي تاني. انجليزي ديني وشه تاني حضرتك معلش. بصوا ده طحفة. عامل كامل قارب ده. عامل كامل. قارب ده احنا عاملنا على عرض بمجنة. برضو ده النهارده يوم اللي عرضة يا جماعة. شغل اهو. نصن الصينة حاجة محترم اهو شغل الصيني. طبعا انت اه اه في جاية بصروفة. ايوة ايوة احنا مش مرتبين. احنا مش مرتبين. ايوة ماشاء الله. هتلاقى الافت الزرة اللي هنقوله. ما شاء الله. بخمسة وثلاثين جنيه. الله ينوى. بخمسة وثلاثين. ما شاء الله. الله ينوى. طبعا عندنا كل المستويات من اللفاء. طحفة ده. طبع. ده غرفة ده. ولا ده اه ولا ده كده برواز. ده نتيجة? ده نتيجة ده نتيجة? اه. اه نتيجة. يسلام. بص. لا 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 ده سنة كامدة? ده سنة آآ ده عمدنا عليه عرض بمية جنيه بس. طب ده يتحطي بالبنيش يا جماعة على الصفرة. استاند. اه طحفة. انت عندك التحف كلها يا حاجة ولا? احنا عندنا حاجات حالة. احنا مميزة. وحنا مميزة. ما شاء الله بصوا شايفين كل الباق بسم الله ما شاء الله. بصوا الزبان. وتعلوا له يا جماعة يوم الجمعة. بيفتح شغله. بيبقى مهرجان يوم الجمعة. عايز اجيلك مر يوم الجمعة. بس بتفتح الساعة كامل. اه. يبقى في كل اللي انت بتطور علي. ما شاء الله. عايز اجيلك. بصوا المرج ده تف قوي. حاجة جميلة جدا. جميلة. انا طريت على كم مرج الوقتي. ما شاء الله. عاجات من المحترم جدا. بصوا. طبق شرشل. كل اللي احنا شايفينها كلها دي كلها انجليزي. هو دايما بيحب يورلنا المركة انها مكتوبة ورا الطبق. دايما انت بصوا يا جماعة ورا الاطباق بتلاقي المركة بتاعتها والبلد بتاعتها المنشأ بتاعتها. التباص دي كلها او اللي احنا عملنا عليها عروض كلها بخمسة وتلاتين جنيه. وهو قال لنا كمان انه مهرجان العروض عنده بيبتدي يوم الجمعة. يوم الجمعة فتح البل كله بيطلع كل الكيراتين دي كلها وانت بنفسك بتطلع حاجتك اللي انت عايزها. حلو تروحوا له يا جماعة يوم الجمعة وطبعا فتح طول الاسبوع لكن يوم الجمعة زي ما قولنا فتح الكيراتين كلها او فتح البلات والاسكراب الجديد. هندخل بقى على قسم الانتكاد. طبعا الترابيزة دي بقى ماليانة كنوس فعلا كل دي انتكاد يا جماعة. كلها ورد الخارج زي ما هو بيورينا دايما كلها ورد انجلترا. بصوا يعني انا بقول له دي بكام بقول لي دي مسلا بمية جنيه. دي بقى حصالة تخيلي? الشكل ده حصالة لما كنتش اخد بالي منه. دي كده بخمسين جنيه. يعني في اسعار عالية وفي اسعار رخيصة. طبعا اتكلموا معاه وفاصله معاه. بصوا الاطباق. الاطباق فعلا بتعجبني جدا. بصوا يعني ممكن تكونوا هوا ست طباق جاتوه. وشوية كده دورها هتلاقي ست طباق للغرف. بجد عنده حاجات تحف بجد. كل دي انتكات. هتلاقي عنده شمعدنات. هتلاقي عنده وردات. هتلاقي عنده حاجات تحطها في النيج. حاجات تحطها في الدلسوار. حاجات تحطها على الصفرة. بصوا المج ده. ده مج بقى بيعمل مزيكة. عجبني برضو جدا. بصوا عامل ازاي. بس ده بقى علشان انتيك غالي شوية. يعني ده عشان انتيك بيبيعه بمية وخمسين جنيه. ده علشانه انتيك. بصوا كل ده هنديميت بقول لكل ده هنديميت شغل حفر. شايفينه عامل ازاي? طبعا ما شاء الله انتوا شايفين المكان كبير ازاي? وهو لسه عنده حاجات كتر جدا. عنده لسه قسم المطبخ. عنده الكسات. الكريستال. وعنده كبيات. وعنده الحلل. وعنده التفال. وعنده الاوارب. كل ده. وعنده الاستلستيل. وكمان عنده الاجهزة. فالفيديو كان طويل جدا. فانا عشان كده قسمت لكم الفيديو او اتنين او ثلاثة. هنشوف بقى يطلع معانا ايه. فانا عشان ما بطولش عليكم. انا بعمل الفيديو من 8 دايل 12-13 ديئة. ده اول فيديو واستنوا مننا لسه فيديو او اتنين كمان. وبرده طبعوا صفحته على الفيس اللي هي اسمها بابا المجال ملوك البال مكتوبة بالعربي. عشان تعرفوا العروض والجديد اللي هو بنزله. وده كان المكان بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا الاعجاب وتشيروا لكل اصحابكم. السلام عليكم.